السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل إذن مع الوحدة الخامسة من مقرر ميكانيكا 2 والتي هي بعنوان النظم القصورية والنظم المتسارعة في هذا الجزء الأخير من هذه الوحدة الخامسة سوف نتكلم عن بعض التطبيقات للنظم القصورية والنظم المتسارعة والتطبيق الأول هو تأثير دوران الأرض على الحركة وخلينا نشوف مثال الأعاصير يمكن ملاحظة تأثير قوة كوريوليس اللي رأيناها سابقا عندما رأينا تراكب التسارعات إذن يمكن ملاحظة تأثير قوة كوريوليس في الحياة العملية لتفسير دوران الأعاصير الشمال وجنوب الكرة الأرضية حيث أنه نظرا لاختلاف درجات الحرارة عند كل من القطبين وعلى خط الاستواء فإن فرقا في الضغط الجوي ينشئ دافعا في الهواء من القطبين نحو خط الاستواء إذن أثناء سير الرياح فإنها تتعرض لظاهرة كوريوليس وبما أن الكرة الأرضية تدور باتجاه الشرق فإن تخلف حركة الرياح تظهر باتجاه خط الاستواء ونحو الغرب يظهر هذا في شكل أعاصير لها اتجاه عقارب الساعة شمال الكرة الأرضية إذن شمال الكرة الأرضية هذه الأعاصير سيكون لها اتجاه عقارب الساعة في هذا الاتجاه بينما جنوب الكرة الأرضية الأعاصير تكون عكس عقارب الساعة بهذا الشكل طيب أيضا تطبيق ثاني هو ما يسمى بباندول فوكو فوكولت باندولم هي تجربة مثل ما نشايفين في هذا الرسم يوضح جدا باندول فوكو هي تجربة صممها الفيزيائي الفرنسي ليون فوكو لتقديم إثبات علمي بسيط لحقيقة دوران الأرض حول محورها التجربة التي قام بها فوكو في أواسط القرن التاسع عشر كانت عبارة عن تعليق ثقل قدره 28 كيلوغرام بسلك طوله 67 مترا إلى قبة كنيسة هي كنيسة بانتيون في باريس مشكلا بذلك باندول عملاق إذن الباندول معلق من أعلى الكنيسة طوله 67 مترا ووزنه 28 كيلوغرام عند تحريك الباندول وجد أن مستوى اهتزازه كان يدور باتجاه عقارب الساعة بمقدار 11 درجة كل ساعة هذا الباندول اللي وزنه ثقله كذا وطوله كذا فإنه يدور باتجاه عقارب الساعة بمقدار 11 درجة لكل ساعة في كل ساعة يدور 11 درجة في اتجاه عقارب الساعة متما إذا عملنا عمالية حسابية وسيطة فإنه سنجد أن هذا البندول يتم دورة كاملة كل 32.7 ساعة يعني تقريبا كل 33 ساعة عشان يخلص دورة كاملة طيب في الحقيقة العكس لو قمنا بوضع البندول الآن في القطب الشمالي فإنه سيتم دورة كاملة كل 24 ساعة تقريبا إذن في القطب الجنوبي تقريبا 33 ساعة عشان يخلص دورة كاملة هذا البندول العملاق بينما في القطب الشمالي لو وضعناه في القطب الشمالي فإنه سيتم دورة كاملة في أقل تقريبا 9 ساعات يعني في 24 ساعة سيتم دورة كاملة وهو لاحظوا معاي جيدا أنه زمن دوران الأرض حول نفسها لكن زمن إتمام دورة البندول سيزداد كل ما ابتعدنا عن القطب واقتربنا من خط الاستواء وهذا ما يفسر ظاهرة كوريوليس من الجدير بالذكر أيضا أن اتجاه دوران البندول هو اتجاه دوران عقارب الساعة إذا ما كان البندول في النصف الشمالي للكرة الأرضية واتجاه الدوران يصبح عكس اتجاه دوران عقارب الساعة إذا ما كان البندول في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية